اهلا بكم الى موجز الانباء من قناة حلب اليوم اعلن الدفاع المدني اكتشاف مقبرة جماعية شمال الشرقي قرية تركمان بارح بري في حلب الشمالي ونقلت جريدة زمان الوصل عن المقدم وائل الخطيب مدير الجهاز الامني في مدينة اخترين ان الجثث مقطوعة الرأس ومتحللة بشكل كامل وتم التعرف على رفات القاضي العام لالوية صقور الشام ابو عبد السميع من خلال ثيابه مشيرا الى ان بقية الرفات تعود الى عناصر من الجيش السوري الحر نقلت قناة تي ار تي عربي التركية عن مصادر امنية ان تركيا رحلت ستة المان وبريطانيا خارج حدود البلاد في اطار ترحيل عناصر تنظيم الدولة الى بلدانهم جاء ذلك بعد يوم واحد من اعلان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ان المانيا وهولندا وفقتا على استعادة العناصر الاسرى لدى تركيا وافراد اسرهم بمن فيهم الموقفون لدى السلطات التركية والمحتجزون تحت المراقبة في سوريا رصدت الولايات المتحدة الامريكية مكافأة مالية للحصول على معلومات عن خمسة رجال دين مسيحيين اختطفهم تنظيم الدولة في سوريا قبل ست سنوات وقالت وزارة الخارجية الامريكية عبر حسابها في تويتر ان برنامج المكافأات من اجل العدالة التابع لحكومة الولايات المتحدة يقدم مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار امريكي مقابل معلومات عن رجال الدين الخمسة الاب باولو دي اوغيلو والمطران بوليس سيازجي والمطران يوحن إبراهيم والاب ميشيل كيال والاب مهر محفوظ او عن شبكات الاختطاف التابعة لتنظيم الدولة شهدت عدة مدن ايرانية مظاهرات احتجاجا على قرار حكومة البلاد رفع اسعار البنزين وعمت المظاهرات مدنا جنوب ايران بينها الاهواز وسرجان ومهشر وشراز وغجسار وبهبهان اضافة الى مدينة مشهد شمال شرقي ايران وبرجند وفق قناة تي ار تي او ار تي الروسية وقالت وكالة فارس المقربة من حكومة ايرانية ان اعداد التجمعات التي احتشدت للاحتجاج تقدر بنحو 150 شخصا لافتة الى ان المتظاهرين لم يطلقوا شعارة سياسية فيما تظهر مقاطع الفيديو ان الاعداد تتجاوز الرقم المذكور بكثير اعلنت وكالة حماية الحدود الاوروبية فرونتيكس ان عدد المهاجرين الواصلين عبر كافة ممرات الهجرة الى دول الاتحاد الاوروبي منذ مطلع العام الحالي بلغ اكثر من 107000 مهاجر ويشير هذا العدد الى انخفاض نسبة اللاجئين القادمين الى اوروبا بنسبة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 ومن بين هؤلاء المهاجرين 11900 شخص وصلوا عبر ممر وسط البحر المتوسط بنسبة تراجع قدرها 45% وفق وكالة فرونتيكس عاد بلغيتس الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت ليتربع على عرش اثرياء العالم بعد ازاحة جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة امازون عن هذا المركز ووفقا لمؤشر بلومبرغ لمليارديرات العالم فان ثروة غيتس تبلغ 110 مليارات دولار وتمكن غيتس من الحصول على هذا المركز بعد ان ارتفعت اسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 48% تقريبا العام الجاري بالاضافة الى انه في تشرين الاول الماضي نالت شركة مايكروسوفت عقدا للحوسبة مع وزارة الدفاع الامريكية بقيمة 10 مليارات دولار كانت تتنافس فيها مع شركة امازون نهاية الموجز نتابع بعد قليل برنامج قبلنا التحدي اشتركوا في القناة